اشتركوا في القناة اكيد على اهمية اخذ التطعيم للفئات الاكثر عرضة للاصابة بالفيروس وحث فئة كبار السن والحوامل والمرضيعات وذوي الامراض المزمنة على المبادرة لاخذ التطعيم حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع هذا وتم تكثيف برنامج التطعيم الوطني خلال الشهر الجاري مع وصول جرعات التطعيم من الشركات المصنعة والتي كان اخرها تسلم 300 الف جرعات اضافية من شركة ساينوفارم في الأسبوع الاول من شهر مارس الجاري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة